اشتركوا في القناة ويا ليتك تأخذ عمره وتشتكي فيها الى ربك اقسم بالله العظيم ان بعض الامور كان اهلها لا يظنون انها تفرج انها فرجت لهم من حيث لا يحتسبون ولا اعرف واحدا منهم الا جاعني وبشرني ان حاجته قضيت وان اهمه فرج وان كربه زال رجل كان بين والده ووالدي ود رحمهم الله جميعا وجاعني في شأن بنته تزوجها رجل وايضا من اهل ود والدنا فشاء الله ان هذا الولد الابن كان يضرب هذه البنت ويؤذيها يؤذيها اذن شديدا فجاعني من اجل ان اتدخل في هذا الامر قد تدخل فيه غيري وخشيتا يفسد الود الذي بيني وبين الطرف الثاني فقلت له انت بالخيار بين امرين انت دخلت عليه وسألتني اما ان ادخل في امرك او افعل لك ما هو خير من دخولي في امرك قال ما هو خير ما هو الخير من دخولي في امرك قلت انا ادلك على شيء ارجو من الله انك ما تخيف اذا فعلت قال ما هو قلت الرجل كان يضرب البنت وقل ان يمر يوم او يومين او ثلاثة الا هو يضربه ورجل من افاضل الناس ورجل له مكانته فشاء الله عز وجل قلت له اذهب واشتكي الى ربك اسأله ان يهدي زوجها وان يصلح ذات بينهم قال هذا الذي تقول هذا خير من ان ادخل انا عبد ضعيف واذا جاء الرجل واستحيا مني وكذا هذا لا يفيد اهم شيء تسأل الله فيصلح لك الحال خرج الرجل مع زوجته وشاء الله كما هو الغالب ان ليلة الجمعة تكون هي ليلة كان في القديم الاجازة يوم الجمعة فقط فذهب ليلة الجمعة كانت الطائرة من المدينة في طائرة قبل الفجر ووافق انه في السحر سحر الجمعة نزلوا في فندق بجوار الحرام المكي قال لي الفندق امام باب المدينة ذكره لي قريبا من الحرام قال اول ما جئنا وضعنا اغراضنا في الفندق ثم نزلنا والرجل في كرم لانه ابن شيخ له مكان في قبيلته ومكانته وتعب جدا تعرفون ان الانسان ما تكون بنته وتضرب هذا شيء كبير جدا وتكرر فشاء الله عز وجل انه نزل وطاف وسعى ثم مع زوجته اللي هي ام البنت وفي القديم ما كان فيه جوالاته فلما انتهى من العمرة صلى الفجر ثم انشرح صدره ان يبقى يذكر لان هذه لذة العبادة ان الله اذا انست به لا تمل فمع انه جاء من سفر وكذا يقول انشرح صدره ان اجلس حتى الى الاشراق فلما قدمت على الفندق مع ام الزوجة يقول اذا بموظف الاستقبال الذي في اسفل الفندق يصيح يقول تعال انت فلان قال نعم هو لما نزل اتصل على بنته في المدينة البنت الثانية وقال هذا رقمنا في الفندق ان احتجتم شيئا تتصل علينا على عادة الانسان في تفقده الى اهله فشاء الله عز وجل يقول اول ما دخلت واذا بيصر انت فلان قال نعم خير ان شاء الله قال في امرأة ازعجتنا فيقول اخذني ما اقبل وما ادبر لانه ترك البنت في البيت فخاف انها ابنته التي في المدينة فاتصل عليها اتصل على ابنته فقال لها انت اتصلت بالفندق قالت لا انا ما اتصلت لكن اعطيت رقمك لفلانة التي هي بنتها المزوجة من الرجل الذي يضربه قال فاصل هو في همها وغمها فقال اتصل على اساس انه يمكن يجد شكوى جديدة بضرب جديد فاذا به اقسم بالله العظيم الرجل قرابة الخمسين يحكي لهذه حادثة يقول فلما اتصلت اذا بابنتي تقول يا ابتاه هل انا في حلم او في علم ماني مصدقة قالت يا ابتي ماني مصدقة ماني مصدقة قالت خير ان شاء الله قال دخل علي فلان له زوجها الذي كان يضربها قبل اذان الفجر يبكي ويقول انت خير مني انت افضل مني انت ما تستحق انا ما استحقك كذا كذا اذيتك سامحيني كذا كذا وهو رجل لي مكانه رجل قوي ما عنده تنازل يقول هذا الكلام تكلفا او تصنعا يقول ويبكي و الى الان لا يزال هو يبكي يقول سامحيني سامحين لان مقلب القلوب قلبها لانه اشتكى الى ربه وربها لانه فزع الى الله فما من انسان تصيب يصيب هم ولا غم في دينه ولا دنياه ويضرع الى ربه الا وجد الله توابا رحيما ووجد ربه جوادا كريما اما هذا كله فغيض من فيض وقليل من كثير رجل ابتلي بالمس و اوذي به وكان شابا من خير طلبة العلم وتعب جدا و جاءني و اشتكى قال يا شيخ ما بقي الا سنة و اتخرج و قد عذبني هذا و قلت يا اخي ماذا اصنع لك غير انا اقول لك اذهب الى ربك و اشتكى و لكن اخرج بقلب موقن بالله جل جلاله مؤمن بالله موحد كمال التوحيد صادقا مع ربك فخرج واعتمر فحدثني و قال والله اني لا اصلي ركعتي الطواف عند المقه في سحر الجمعة قال كنت اقول له اذا اردت الفرج فهذا امر مهم جدا افعل ما قاله عليه الصلاة والسلام ان تكون بدرجة الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى انت الان اشتكيت لي و انك اذيت في دينك و اذيت في فكرك و اذيت في كل شيء من شأنك و امرك هذا الكلام الذي تقوله لي و انا عبد ضعيف لا امرلك لك نفعا ولا ذرة قل هو انت بين يدي الله اذا صليت اذا طفت اذا سعيت تدعو الله بالصدق و يقيد قال فسألت الله و انا في التشهد ركعتي الطواف يقول فاحسست بجميع الكروب التي اصابتني فبثثت الى الله همي و غمي و حزني و اشتكيفي اليه قال فاذا بي في فجأة احس بحرارة عجيبة في فخذي فكانت اخر عهده بالبلاء هذا ملك الملوك من التوحيد ان معي ربي كلا ان معي ربي سيادين اذا قال الله شيئا فصدق واذا علمك الله شيئا فحقق لا تحسب ان الامر سده اذا قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه فهو كافيك واذا انزلت حاجتك بالله موقنا ان الله يفرجه عنك سيفرجه قل ان تجد احدا يقصد هذا البيت تأمل قول الله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس تأمل معها قول الله عز وجل ولا تؤت السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما فاذا كانت الاموال تقيم امور الدنيا فان الله جعل في توحيده وقصده عند بيته وارادة وجهه خير الدنيا والاخر لكن بالايمان باليقين بصدق اللجأ الى الله سبحانه وتعالى وكان احد طلبة العلم ابتلي بشيء في طهارته شيء فوق العقل يمكث ما لا يقل عن اربع ساعات في بعض الاحيان صلاة الفجر لا يصليها الا قريبا من الظهر من شدة ما هو فيه وسألني عن المسائل واكثر ثم جاءني يوم من الايام وقال وهو شيخ كان ايامها يعني يعتبر من المشاهد فقال لي يا شيخ محمد تعبت حتى اني اسحي من كثرة سؤالك وقلت يا اخي لا تستحي انت تسأل وواجب علي ان اجيبك هذا ليس لي فيه منه عندي علم فيما تقوله اجبتك لكن ما دمت لانا خفت عليه انه ينفرد به الوسلاس دينه فقلت له اولا ادلك على ما يجعل الله فيه الفرج لكن ان شاء الله قال على يديك فقلت له اعتمر واشتكي الى ربك وكن على يقيني ان الله لا يعجزه شيء المشكلة ان الناس تدعو والعياذ بالله بضعف اليقين ينظر الى المرض وكأن المرض كل شيء وانه والعياذ بالله كأنه معجز ولا يعلم ان الذي يشفي هو الشافي الذي لا شفاء الا شفاءه وانه ما انزل من داء وانزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فشاء الله سبحانه وتعالى انه اعتمر قال فكنت قبل ان اصل الى مكة في هم وغم لا يعلم به الا الله وحصل عندي نوع من نفس تردد والشكوك يقول فلما قبلت على البيت شرح صدري شراحا عجيبا فسرت اطوف وادعو الله اطوف واستصرخ واناجي واشتكي قال لما بدأت الشوط السابع وقلت الله اكبر احسست بشيء كالرعشة في جسدي ثم برود وارتياح عجيب هذا قبل صلاة الفجر قال فأتممت العمرة ثم ذهب ليتطهر قال ما اخذت تقريبا دقيقة واحدة في قضاء حاجتي كل شي انتهى انتهى تماما استودع الله اموري كلها ان لم يكن ربي لها فمن لها استودع الله اموري كلها ان لم يكن ربي لها فمن لها من الذي خلق من الذي يدبر الأمر من 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 الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل جلاله فيا لها من نعمة ومنة كريمة من الله سبحانه وتعالى اذا احيى قلب عبده المؤمن وهو معتمر ان يستشعر انه في هذه الرحلة المباركة في طاعة الله ومحبة الله يخوذ فيها في غنار رحمة الله عز وجل تحديث تحديث اشتركوا في القناة